أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أوزن على عبده الكتاب ولم يجعل له عمجات طيما لينذر بأسا شديدا من لده ويبشر المحملين الذين يعملون الصالحات أأن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لو أنه من علم ولا لآبائهم كبرت فلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلا عكلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبرهم أيوم أحسن وعملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا وشرسا أم حزبت أن أصحاب الكهف والرئيم كانوا من آياتها جبا إذ أغل فتية للكهف فقالوا ربنا آتنا من لذوق رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سهين عددان ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين يحصى لما لبثوا أمدا نحن أسر عليك ندأهم للحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدا وربطنا على قلوبهم إذ قالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا الشطط هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يكون عليهم بسلطان مجد فمن أغلب من من افترى عن الله كذبا وإذا اعتزلتم روب وما يعملون إلا الله فأقوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم يرفقا وترى الشمس إذا طلعت تسابق عن كهفهم ذاتا يمين وإذا غربت تأرثهم ذات الشمال وهو في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو الأهتد ومن يضل فلن تهدره وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات الجميل وذات الشمال وكلبهم ماسكوا ذراعيهم الوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم عبا وكذلك ما أخناهم يتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة هذه إلى المدينة فينظر أيها أزكى طعاما فيأتكم من اسكر منه وليتنطق ولا يشعر منبت أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجوكم أضعيتكم في ملتهم ولن تسمحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرا فقالوا بنوا عليهم منيانا ربهم أعلم بهم قال الذين خلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجم منجل غيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدة إن ما يعلمهم إلا قليل فلا تعال فيهم إلا مراعا وظاهرا ولا تستفق فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء فيه فعلوه ذلك غدا إلا أن يشاء الله وابقوا ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لربي أقرب من هذا وشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين واسكادوا تسعا قل الله أعلم بما لمثوا له غيم السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واثلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا نبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشيد يريدون وجها ولا تعد عيناك عنه تريد سينة الحياة الدنيا ولا تتع من أوفل قلبه عن ذكرنا واتبهما وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فلؤمن ومن شاء فليكر إنا أعبدنا للصالمين نارا أحاق من صرادئها وإن يستغيث الله بما إنك المهم يشري رشوه مئس الشرار وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحان إنا لا نغير أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحقيهم الأنهار يحلون فيها من أسابر من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سودس وإستبرق المتبئين فيها للأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحديها جنتين من أعناب وحفظناه باب لخل وجعلنا بينهما سرعا كلتا الجنتين آبت أطلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما مهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحابله أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أذن أن تميذ هذه أبدا وما أذن الساعة قائمة ولئن ردت لا ربي لأجلن خيرا منها مقلبا قال له صاحبه وهو يحابله أكفرت بالذي خلفك من طراب ثم من نتفة ثم سواك رجلا لكنه هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترى لأنا قل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا وزلقا أو يصبح ماء وأورا فلا تستطيع له طلبا أوحيت بثمري فأصبح يصلب كفه على ما أحقق فيها وإن خاضية على عروشها وإن خاضية على عروشها ويقول يا ليتي لم خشرت بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه منه دون الله وما كانه متصرا هناك الولاية لله الحق وخيره ثبابا وخيره عقبا وضرب لون وثل الحياة الدنيا تماء أو زلاء من السماء فاختلق به نبات الأرض فاختلق به نبات الأرض فأصبح هشيما وتغروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتنرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحة خير عمد ربك طوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال لدى الأرض بارسة وحشرناهم فلن نغادر منهم أحدا وأرثوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة من فعلتم أن لن نتعلنكم موعدا وارفع الكتاب فتر المجرمين فتر المجرمين مشبقين من ناقيه ويقولون يا ويلتنا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووضع الكتاب فتر المجرمين مشبقين من ناقيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم وابتك أحدا وإذ قلنا للملائك بسدون آدم فسددوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر رفه أفتتحدونه وفريته وولياء من دونهم لكم عدد مئس للصالحين بدلا ما أشهدتهم خلق السمادات والأرض ولا خلق الرقصين وما قوتم اتخذ المظهرين عثدا ويوم يقول نادوا شركائي الذي أزعلتم فدعوهم فلم يستنينوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم معاقروها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صلقنا في هذا القرآن للناس بوا كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما بنع من الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الردى ويصدقوا وفهم الله أن تأتيهم سنة الأولين ويأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومؤثرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحذوا به العقل واتخذوا آياتي وما أوذروا هسوا ومن أظلوا مما ذكرم آيات ربي فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أجنة أيضا وفي آباء الوقراء وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهددوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤمنوا لما كسبوا لعجل لهم العذاب من لهم موعد لن يجدوا من ردوني موئلا وقلد القرى أهل أخرا لما ظلموا وجعلنا لمهلئهم موعدا وإذ قال المصال فتاه لا أبرح حتى أبدو أجمع البحرين أو أمحي حقبا فلما بنغا متمع بينهما نسيا حوتهما فتخب سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال الفتاة آتنا غذاءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرعي ذلك أوينا إلى السخرة فإني نسيت حوته وما أنزانيه إلا الشيطان قلق القرى واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما دمنا نبغي فرتك على آثارهما قصصا فوجدا عمدا من عبادنا آنيناه رحمة من عيدنا وعلمناه إن لدنا علما قال لو موسى أتبعك على أن تعلمني مما علمت مشتا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحبي خبرا قال سبجدني وشاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألي من شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركدا في السفينة خرقها قال أخرقتا لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني لذا نسيت ولا تنهدني من أمري عصرا فانطلقا حتى إذا ركدا أولا أولا فقتنا قال قتلت نفسا سكية بغير نفسك لقد جئت شيئا شمي النكرى قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألت عن شيء معنا فلا تصاحبني فالبلوت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتى يا أهل قرية استطعنا أهلا فابوا أن يضيفوا ما فوجد فيه إدارا يريد وإيا قضى فقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرات قال هذا فراح بيني وبينك سنبزئك بتأفين ما لم تستطيع عليه صبرا أما السفينة فكانت لها ساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة مصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهبهما تغيانا وكفرا فاردنا أن يبدلوا ما رفوما خيرا منه سكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في مدينة وكان تحته كراص لوما وكان أبوهما صالحا فارد ربك أن يبدلوا أشدهما ويستخرجا كراصهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تقبيل ما لم تستع عليه صبرا ويسألون تعوذ القرنين قل سأكلوا عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشنس وددا ثور بخي عين حميئة قل لا يا ذا القونين إننا أم تعذب إما أم تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذب وصم يرد إلى ربي فنعذب وعذبا نقرا وأما من آمن وعمل صالحا فلو جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع السببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تغلد حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم تجعل لهم يهدون يا سترا كذلك وقد أحقنا بما لديه قبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجدها تدونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القونين إن يأجود ومأجود مفسدون في الأرض فهل جعل لك خرجا على ما تدعن بيننا وبينهم ستان قال ما مكنني في ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ربما آتوا لي سبر الحديد حتى إذا ساها بين الصبخين قالوا فتور حتى إذا جعلوا نارا وقال آتوا لي أفرق عليه فترا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له مأبا قال هذا رحمة ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يمود في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا فالذين كانت أعينهم في مطاء وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا ويتخذوا عباده ودوني أولياء إنا أعتذنا جأنما للكافرين نسلا قل هل منبئكم بالأقصرين أعمالا الذين ضلوا سعيهم في الحياة للكافرهم يحسبون أنهم يحسنون سنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائي فحبطت أعمال ما لا نقيم لهم يوم القيامة ذلك جساؤهم شهنتناه بما كفروا واتخذوا آيات ورسلوا سوا إن الذين آمنوا وعلموا الصالحات كانت لهم جنات فردوث مسلا خالدين فيها لا يبغوه عنها حوالا قل لو كان البحر دالا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا جمثني لكذا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليا إنما إله إن إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا